اشتركوا في القناة 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 من الممكن أن تكون مجموعة في إستغرامك كيف تكون مجموعة بشكل مجموعة في مجموعة لأنك تكون مجموعة من المال كيف تكون مجموعة من المنزل الخدمة والحياة الإنسانة اللي يخصى تكون في الدار أم زوجة إنسانة اللي هي عادية عاد إحنا كنديرو الفن يعني كنهدرو على ديفوياج كنهدرو على واحد يقدر يغبر بثلت شهور كنهدرو على بزاف دي الحويج اللي صعيب تقدر توفق بهم وبين حياة اللي هي نغمة اللي يعني أنا باش كنسالي طغناج في الليل وكندخل الدار را كندخل الحياة اللي هي عادية الزوج ديالي اللي يخصي كن إنسانة اللي هي نغمال وانو كنرى فالنهار كامل را تطلب مني بزاف ديال المجهود وقدرنا نكون متل تلتاشل السيكنس كلها دي سنتيمة عطيتهم الصعيب مني كتدخل وكتعود تزيد تنتد عطي مجهود أخر لديك لاب بتيت فامي دكشي علاش احنا كيكون عندنا الحب ديال تمتيل يعني ذاك اللاموغ اللي كيكون عندك باش كدير ذاك المجال هو اللي كيزيد يخليك تعطي فيه وتقدر فالاخر تكون عندك عوتاني الانغجي ولا فخص باش تقدر تعتعل حياتك العادية والعائلة الصغيرة ديالك كنتمنى نكون قادرا ننوافق بيناتهم بجوج أنا كنشوف راسي بإنني كندير بزاف ديالة زفغ باش نكون هنا وهنا وبينتغرى الحياة ديالي والعائلة ديالي صغيرة را هما أهم حاجة عندي في حياتي وهما الأولوية ديالي وهما فرحانين منين كنكون أنا كندير ذاك شي اللي كنبغي وكنجيهم في الخرب واحد طاقة إيجابية وكنضن بإن بنتي إن شاء الله باش هتكبر وتشوف ماماها وغتكون فيها غدال غتكون فرحانة كتر حيط اليوم كنحس بإن بصح نرا هي محتاجاني كتر وأنا ما كنكونش مع مرهة بزاف ولكن من بعد أنا عارفها غتكون فخورة بيها وردت حاجة مسهلة قاع المجالات صعب يعني أي واحد كي يخدم في قاع المجالات ماشي بالضرورة الفن راها قاع المجالات صعب وقاع الخدمي صعب وتبارك الله على المرأة المغربية اللي قادة اليوم تدير هنا وهنا 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 موسيقى الدور ديال الزوج أنا كنظن ماشي غير في حياة الفنان في حياة الزوجة ديالو اللي كتكون فنانة في حياة الزوجة ديال أي زوج مني كتكون زوجة كتخدم في أي مجال خاصو خاصو يكون مساعدها يعني الدور ديالزوج دي مدور مهم و وكبير أنا بالنسبة لي الزوج هو السند يعني هو اللي خاصو يكون مشجعنا هو اللي خاصو احنا كبتيت فامي كعائلة صغيرة ديالو راه هو اللي كيكون الحماية ديالنا أنا كنشوف ديما بإن الزوج منهر اللي كنت أصلا عيش معا واليدي كنشوف بإن العب ديالي هو هذا كلي بخوتكتور يعني واللي كيحمينا يعني كيكون زوج فرحان بزوجة ديالو مشجعها مساندها تايق فيها والسوقتو كيعون بجديد القدام كتكون العائلة صغيرة كلها غادة في خطا زوينين يعني كتكون العائلة صغيرة غادوكتنجح ما مني كيكون الزوج كيحقر على مراتو كيحطمها كيقول لا انتي ما غديريش ولا هدي ما خصكش تديريها ولا هدي ما يعني ضروري ما ما العائلة كيكونوا فيها مشاكل ودهك شي كيكيخرج على الطرفين بحويج ليهما خيبين يعني في اللول كيكون تفاهم في اللول انا هاكي دايرة انا هاشنو كندير وانا ها هي الخدمة ديالي وها هم الاحلام ديالي وزوجتي يكون عارف هادشي وزوجتي كتكون عارفة منين ما كيكونوش هادو كل يدوكو وطين فاهمين على هادشي من اللول من الاحسن من اللول واحد ما يبداش وباش ماشي يبدأ وعاد لما تديريش هادية نارة ما موافقش عليها اصلا انا هدي ماشي في التقاليد ديالي النار اللول الواحد كيهدر وكيتفاهم ومن كيتفاهم وكيبدأ اللي هو البروجي ديالزاواج تما كيكونو ديجا متافقين ديجا علاش حل من حاجة يعني كتولي غير كتولي غير حياة اللي احنا كيغسنا نعرفو نجيريوها ونهضرو فيها والزوج يعطي كل شي يزوين لزوجة والزوجة هي كتكون كتفهم الزوج وكتكون تهيى مامرة بلاستا كيما كنقولو وانا بنيسباليا راه زواج راه مشروع خاصو يكون فيه بزفد الحب وسخته الحتي راه متقدير من الطرفين كالزوج ديالي ذاك شي ما عاديش نخدر نقولولو حيث هو عارفه يعني كنقولولو معاه وهو عارف ومعاه مشي بطرورا نقول ليه شي حاجة احد الناس واللي يسمعوني الناس كنقول ليه لأنه ما عنديش مع ذاك شي ديال أنا زوجي لي إنسان اللي كنحتعرمه بزاف واللي كنقول له شكراً واحدة سلسلة فوكاهية فرحانة بها بزاف 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 من إنتاج إيماج فاكتوري ومشاركة ديالي مع الرائعة الفنانة الكبيرة اللي فرحانة فرحانة أنا بزاف نوقف قدامها دونيا بوتازوت كاللعب الدور ديال خط دونيا إحنا جوج أخواتات غدي تبدأ معهم واحد القيصة زوينة بزاف وغدي نشوف من خلال المسلسل بزاف ديال ترائف زوينة وقصة رائعة جميلة جداً وفرحانة لأنني غنوقف قدام ممتلين كبار منهم دونيا منهم الممتل عزيزة داس فاضيلا بن موسى الممتلة زاهرة صديق يعني كينوحتقها مزوين بزاف ويا ربي تسهل علينا نكملوا تصوير بخير ويجي المسلسال وإن شاء الله يكون بالخير على المشاهد ويتلقى نجاح كبير إن شاء الله فرحانة بزاف حدث معكم وكان شكركم على هذا اللقاء ساحفي زوين بزاف وكانتمنى يا ربي نكون ديما عند حسن الدن ديال المشاهد المغربي ونزيد نعطيه كتر وكانتمنى يشجعني كتر وكتر 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة